صباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل مخش على الطاقة العامة على طول انت تغيرت مش تغيرتي للاسوأ انت تغيرتي للاحسن فجأة بدون اي مقدمات من واحدة بتزن لوحدة هدية طبعا ما بعبش على الزنانين خالص اوكي عشان بس ما حتيجي يقول لي يعني ايه بتزن من واحدة بتطلب طلبات كتير جدا لخلق اي حاجة بترضى بيها ندي مثال تاني ما كنتيش محجبة اتحجبتي تغير عموما يعني او كنت محجبة قلعت الحجار بدأت تهتم بنفسك او بدأت انت كمان تهتم بنفسك بقيت يتم بحالك فهو استغرب ايه ده ايه التغيير المفاجئ ده وانا جاي امشي تقومي متغيرة بص شايفك ايه شايفك ان انت حرفيا مساوتر على حياتك وان انت ممسوط جدا مفيش حاجة هتمشي همشي هتبعد هبعد هتروح لطرف تالت هروح لطرف تالت مش لازم الطرف التالت يا جماعة يكون خيانة ممكن يكون عرض اخر متقدم لي وانا مرتبطة ولكن اذا شخص اللي انا مرتبطة معاه شخصي مش كف مش كويس فانا عايز اسيبه عشان العضاق كانت ببايضة فانت اتغيرت يا برج الحمل اتغيرت وما بقتش بتاع زمان ما بقتش الشخص اللي ممكن يكون ا่مم كن تكون مسلا كان كل ما يجي يمشي تمسك فيه مثلاً ما بقيتش كده بقيت يتمد نفسك وتسيب كل حاجة بقى ورا دهرك حرفياً وانك عايز تبتدي بداية جديدة وباصص لقدام مش لورة عشان كده هو عمال يقول في نفسه يعني هو يروح يرتبط وأنا هفضل كده لأ طب خلي بلاك بقى أنا عندي طرف تاني يالله يا عمس مفاجأة مش كده مفاجأة طب هو شايفك كده انت شايفه ازاي بقى بص بقى فيه اختلافات ما بينكم على فكرة فيه اختلافات قوية كمان ممكن تكون في التفكير انت شايفه انه هو شخص مش عايز اقول خدعك ولكن هذا الشخص رحل مرة وحدة بدون أدنى مقدمات فجأة 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 رحل من هذه العلاقة شوف الجمال شوف العلاقة اربع وصيان ورد ومسكين ورود وبنحب بعض قلب السابحة في الثانية في الثانية قلب عليك انت شايفه شخص ايه ده ايه اللي خلاك تعمل ده كله ما انتش فاهم عشان كده انت زي ما تكون مش مصدق انت مش مصدق اللي بيحصل ده حقيقة ده حقيقة انت مشيت من العلاقة فعلا ده حقيقة انت فعلا انه يهت مرة وحدة الشخص ده قفل عليك ما نور لو هو قفل عليك اعملك بلوك وكده كل حاجة فجأة مرة وحدة قفل عليك ممكن يكون الشخص ده اكتشف ان انت فيه حد مقدم لك عرض وممكن تكون مثلا قلت له بالليل انا متقدم لي واحد امعملك بلوك من غير ما يسمع من غير ما يعرف التبرير مشي انو شخص عنيد وما بيقبلش حد يهزمه اصلا اصلا ما بيقبلش حد يهزمه وما بيقبلش حد يقوله انا ماشي هو اللي يمشي بس هو عنده شخص تاني عنده شخص تاني على الحكرة فانتا شايفوا انه هو اختفى مرة واحدة وهد المعبد علي فيه موت المشاعر الحلوة موت الاستقرار كل حاجة وقع كل حاجة وقع على الوصيان دي خلها رملة لا ومع ذلك هو ما شايف كان انت شخص اتغيرت بس هو اعتقد يا برج الحمل لو فيه طرف تالت بقى السنرزو ده لو هينطبق عليكم هو شعر ان انت اتغيرت للطرف التالت ده مش ليه هو خالص مش ليه هو خالص طيب فيه اختلفات ما بينكم مش عارفة عني اختلفات دينية ممكن 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 تبقى اختلفات دينية ولكن ممكن تبقى اختلفات عادي يعني فكرية ممكن تبقوا اتنين من شبه بعض ولكن اختلفات فكرية طيب ايه الشيء اللي هو عايز يعملوه بص بقى بص بقى وركز معي الشخص ده عايز يشتغل على علاقة علاقة قديمة او جديدة هو ما يعرفش حتى الام هو حتى الام محتاج بصوة عايز يشتغل على علاقة وعايز يبتدي علاقة اصلا وعايز ينهي الصراع ده بقى كفاية بقى كفاية هو فيه صراع ما بينكم طيبا كل ما تيجي تتكلمه مع بعض تتخنقه حاجة زي كده يعني كل ما تيجي تقوله كلمة يقولك اسكت بقى انا مش طيقك وكده ويقفل سكة في وشك ويمشي فهو عايز يبتدي البداية الجديدة والصحيحة سواء معك بقى او مع حد اخر ولكن هو عايز ياخد قرار بشأن هذه العلاقة حتى الان ولم ياخد ذلك القرار بكل بساطة لكن هو كل منيته ان ينهيز الصراع سواء كان ببداية معك او بداية مع غيرك بقى ويمشي ويسيبك انت كذلك شاعر ان هذه العلاقة كان فيها خداع خدعك مشي من العلاقة مرة واحدة وانت بجد عايز تتغير على فكرة برج الحمل مش زار وان كنت ما تغيرتش ابدأ انت شخص جميل قوي على فكرة وعندك مشاعر التهيير عايز تتغير هيستغير حياتك انت شاعر ان العلاقة دي ايوا ايوا انت شاعر ان هذه العلاقة كانت علاقة مملة او مش مملة مش مملة بالمعنى الحرفي ولكن كان بينقصها شيء ايه هو بقى مش عارف تحط ايدك عليه يعني هي فيها استقرار فيه اتنين اهم موقفين اهم مبسوطين بس في حاجة جوة العلاقة دي كانت نقص ممكن تكون انت كنت مش فاهمها او انت مش فاهمها حاجة زي كده ولكن انت الان في ثوبة الجديد عايز تتغير وده في علام بص ده التمرس مع الميشن ده الساحر يعني تغيير واضح وصريح وكل اللي هشوفك يقولك انت تغيرت انت عايز تستقر يا برج الحمال عايز تستقر انت عايز ممكن نقول ايه اتعايز تتجوز وتبتلي بداية جديدة بقى كفاية بقى فيه ازمة فيه ازمة انت عايز تتخلص منها وترتاح بقى وتقعد مالك كده زمانك تخلص من الخناء الفاضية دي تشعر ان هو كل ما تروح تكلمه يروح داحك كده ومش راضد عليك طب ليه عامل تاني معايا كده اول مش طاق مش عايز اشوفك تاني مثلا وعلى فكرة برضو ممكن تكون علاقة سلسية ممكن تكون علاقة سلسية هو عنده طرف لكن انت مش عارف عندك طرف ولا انشوف النصيحة في الاخرى انشوف الكلام ده لكن انت عايز تغير حياتك عايز تستقر عايزة تبقي ام عايزة تتجيوزي انا بالزبط وتت عايزة تتجويزي انا مش بعذر والشخص ده ممكن يكون كل ما الشخص ده مكنش واضح بالزبط الشخص ده مكنش واضح معك كان فيه غمود من ناحية مشاعره ما كنتش فاهمة هو عايز جواز ولا عايز لعد العيال اما انت عايز ايه بالزبط مش راضي يوضح لانه كان فيه طرف تاني في العادية العلاقة كده افصاري الثالث عشان كده ما كانش واضح وانت مش فاهم ما هو بيعمل كده ليه وعادين من كل جوية يمشي ويروح يمشي ويروح يمشي ويروح ما انتش فاهم فيه ايه ايه يا عم عمال تخرج وتيجي تخرج وديجي انا اتعبت عشان كده وحاس ان انت اتغيرت اتغيرته ومستعد انك تذني حياتك من غيره خالص انت ممكن تلغيه تمسحه بأستيكة انت جايلك عرض على فكرة صح كده انت جايلك عرض خطوبة ده اللي هنشوفه تاني انت جايلك عرض خطوبة عرض زواق صريح فيه شخص جاي يقولك تعالى انا متقدملك وشخص شخص حلو قوي انت عايز تستقر عايز تستقر وتتقدم الامام وتترك تلك العلاقة تترك تلك العلاقة فا لكن هو عايز ياخد قرار الشخص ده متردد وعنيد وما بيرساش على بر ويتعب هو تخصص تقريبا كده بيتعب اللي حواليه خلاص بس يغش في العلاقات اللي حواليه ويمشي يديك شوق مشاعر يحسسك بان انت ملك تلكون في ايدك وبعد كده يجري يا عام عايز ايه انا معرفش انا عايز ايه انا معرفش انا عايز ايه انت ممكن تكون بتتعامل مع برج ايه يا ربي برج الحوت القوس برضو وبرج هوائي وبرج مائي وبرج الدلو وبرج برضو ايه هنشوف تاني والسرطان السرطان والطور السرطان والطور طيب هذا الشخص بقى وده الغريب بقى ده الغريب اللي انا عارفة ان المعظم الناس اللي هتشوف دلوقتي هتصطع الشخص ده ممكن يكون بيين لك بيين لك انه هو مهمل وانه مش بتاع جواز مثلا وانه شخص متردد وكان فيه طرف تالت وكلام ده ولكن كانت هذه العلاقة بالنسباله اه علاقة زا ستار وا علاقة جميلة كده وتحقيق امنيات هي كانت امنية امنية في ايه بقى هو شايف ان العلاقة دي كان فيها حب على فكرة والله مش مش هزاري يعني انت وقت تكون مش شايف ده وشايف ان العلاقة عشان كده هم متردد يا برج الحم عشان كده مش رضي يرسيك على بر انت كل ما تقوله احنا هننهي ولا هنرجع فهم مش عارف محتار لانه هو شايفك الاس اوف كابس والاس الفانتكلز انت حقيقة في حياته انت حب شايف ان هي لو قدم لها كاس الحب هتبقى حكرة حلوة هتبقى علاقة مصمرة شايف كده هي كانت امنية بالنسباله هذي العلاقة كي هو شايف كده دي وجهت نظره انما انت وجهت نظرك انها علاقة فيها فيها صعوبات بالذبت زي ما اقولتلك في حاجات فيها ندم فيها ندم في شخص بيدي ويجري شخص بيندم اللي معاه على انه دخل معاه علاقة اصلا هو ده المعنى الدقيقي يعني وشايف ايه كمان بالذبت انت شايف ان هو كان معلقك وكان ما كنتش فهمه ايوه هو شخص مش مفهوم غامض شخص غامض شخص غامض مش مفهوم شخص متحكم قوي مسيطر ويحب يسيطر على اللي معاه قوي ويمشي على كيفه وانا غامض وهفضل غامض انت متتحكمش فيها لو راجل انت متتحكمش فيها ولو بسد ملكش دعوة بي انا قرر وقت ما قرر وكان معلقك معاه وهو ما بارد شخص بارد ما بيحسش اوكي انت عايز تمشي بقى عايز تبص لحاجة تانية انت بصص لحاجة تانية مش بقولك انت في حد مقدمك عرض انت بصص لشيء تاخد عايز تمشي وترحل من هذه العلاقة ممكن يكون لان هو شايفها كده فممكن يكون فعلا عايز بداية جديدة معك بعد كل الليلة دي كلها كده عايز بداية جديدة ولكن لم يقرر بعد ممكن في شهر التمانية ما يقررش خالص طيب النصيحة ايه بقى طيب بص يا برج الحمل والكلام ده تاخد به او ما تاخدش به العلاقة دي علاقة سلسية اوكي طرف ده عنده طرف تاني عنده طرف تاني ماشي او وانت عندك عرض في حد مقدم لك عرض اوكي النصيحة بتقول لك امشي بقى من وجع القلب ده انت موجوع على فكرة موجوع مش ظهر فامشي بقى من وجع القلب ده واخد قرار حازم بالرحيل خد قرار حازم انت مش عارف انت كمان محتوار خد قرار حازم بالرحيل وارحل الى علاقة اخرى بالزبط كده لو متقدم لك عرض تاني يا برج الحمل روح له لان ده العرض الصح ده قدرك ربنا بعيت لك عرض لطيف لو متقدم لك شخص تاني خطوبة اه علاقة تانية علاقة جدة علاقة جدة مش يظهر على فكرة دي لو شخص متقدم لك فدكرتك اصلا دكرتك دكرتك ارجع بقى لاصلك ولذاتك وقفل على الموضوع ده تماما خد قرار حازم بانهاء وجع القلب ده ده وجع قلب الشخص ده هيفضل يروح وييجي يروح وييجي ومش هيستقر لانه شخص متردد وعنده طرف تاني ومش عارف يعمل ايه فانت تقول له بص انا هريحك انا ماشي اعمل تعمله بقى انا رايح لعرض تاني انا رايح لحد تاني في حد تاني احسن في حد تاني احسن لا اكتر ولا الموضوع صعب الموضوع صعب طبعا الموضوع صعب طب نشوف لك كده لو في عرض تاني العرض ده ايه عشان برضو نبقى متكدين هلأ هناك عرض اخر هت عايز تنزلي اه اه اتفضل يا سيدي اتفضل يا سيدي الاستقرار طوقم الروح يا سيدي يا سيدي يا سيدي يلا يا عم بفت خطوبة انت عايز تتجاوز مش بقول لك انت عايز تتجاوز او انت عايز تتجاوز لازم تكون دي ست يعني لو راجل بيتفرد عايز تستقر لان هنا برضو عندي الراجل اهو بص ده جزد ده ده جزد ده اصلا فلو انت راجل يلا يا عم خش على دي على طول خش عليها وقلها مساء الخير مساء الخير بالحمل انطلق هذه العلاقة فيها واجع قلب شخص ده اه اه شايف العلاقة كان فيها حب وكان فيها حاجاته كانت نجمة ولكن هو مش هيتغير هيفضل الشخص الحيران هيروح ويجي يروح ويجي ما بينك وبانطرف اخر طب وعلى ايه انا ماشي انا ماشي همشي لعلاقة تانية انا عايزة استقر عايزة اتجاوز عايزة راحة مش عايزة واجع قلب عايزين الكارت ده يبقى مقلوب يا برج الحمل مش عايزين ده ده وجع قلب ارحل من وجع القلب انا هعتبر الكارت ده مقلوب يا برج الحمل هعتبره مقلوب هعتبرك هدت وعد عليك بعض الفيديو ده انك تقلب الكارت ده وطرحل من هذا الشخص طرحل منه تماما اوكي خلينا متفقين على كده خلينا متفقين على انك راحل من هذا الشخص فيتة وامروح جاي لك فيتة وامروح جاي لك في شخص تاني هيجي لك لكن هذه العلاقة علاقة سلسية وهتكتشف ان انت احتمال اصلا بعد ما تسيب هذا الطرف هتلاقي خطب او دخل في علاقة تانية احتمال وارد احتمال وارد يعني مرسي جدا يا برج الحمل اتمنى ما تكونش ازعكتكم واتمنى ما يكونش يعني انا عايزاكو يبقى مشاعركو يعني دا كارتك راح فين كارتك انا عايزاك تبقى شبه الرجل دا دا كارتك اصلا انت لو جالك حد من برج الحمل شبهك خده عشان دا توقع مروحك خد الكارات بقى او رحل من هزي العلاقة يا رب تكون الكراءة عجبتكم الكراءة المرة الست ومئة